التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطلق فعليات القمة العالمية للمناخ كوب 27 اليوم في مدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد كبير من قادة العالم ورؤساء الحكومات من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتس كما سيحضر المؤتمر أيضا لفيف من الشخصيات الدولية والخبراء لمناقشة القضية المحورية وهي تأثير التغير المناخي على العالم وكيفية التكيف معها وحجد التمويل اللازم للمشروعات الخضراء وذلك للحد من مقاطر تأثير المناخ نظمت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في إطار اهتمام التنصيقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصرية وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول التزام وطني ذاتي في ملف حقوق الإنسان وإنجازاتها حتى الآن وأطور عملها ومحاورها الأربعة فضلا عن التحديات التي تواجهها تفعيل سواء التشريعية أو التنفيذية أو فيما يتعلق بالتحديات العالمية وأليات وأدوات الإسراع في تحقيق المستهدف منها بحضور عام 2026 يذكر أن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها بشكل يومي مع كافة المتخصصين من كافة الطيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنصيقية حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنية أعرب الرئيس الأوكراني بلوديمير زلنيسكي عن شكره للولايات المتحدة وهولندا والتشيك على تقديمها 90 دبابة متطورة من طراز تي 72 لبلاده مؤكدا أنها تمثل دعما تشتد حاجة القوات الأوكرانية إليه على أرض المعركة وأوضح زلنيسكي أن جيش بلاده يحقق تقدما ميدانيا ويحتاجوا أيضا إلى مثل تلك المعدات ومعربا عن تقديره لمساعدات مختلف شركاء بلاده للدفاع عن الحرية والديمقراطية على حد تعبيره هذا وتوصف دباباتي 72 بأنها الأكثر تطورا في ساحة المعركة أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عودة الطيار الكهربائي الخارجي إلى محطة دابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وذلك بعد يومين من انفصالها عن شبكة الكهرباء وذلك إثرى قصف روسي ألحقت ضرر بخطوط الجهد العالي وقال رفايل جورسي المدير العام للوكالة في بيان له إنه تم إصلاح قطي الكهرباء الخارجيين بالمحطة وبدأت إعادة الربط بالشبكة بعد ظهر الجمعة وقرر جورسي دعوته إلى إنشاء منطقة أمان نووي وحماية أمنية حول المحطة لمنع وقوع حادث نووي تظهر عشرات الألف في العاصمة الإيطالية روما من أجل إحلال السلام في أوكرانيا ومطالبة الحكومة الإيطالية بالتوقف عن إرسال أسلحة لمواجهة روسيا وأعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن الوضع لن يتغير لفتة إلى أن الحكومة تخطط لإرسال معدات عسكرية إضافية قريبا لأوكرانيا وحمل متظاهرون لفتة كبيرة كتب عليها لا للحرب ولا لإرسال السلاح نحن نهاية مجزء التاسع ونعود مرة أخرى إلى شرم الشيخ والزميلة هدير أبو زيد لاستكمال متابعة مؤتمر كوب 27